كمان شفنا الاتنين اللي فات الرئيس هو بيفتتح مجمع الوطنية للإنتاج الحيواني المجمع ده اتعامل بالتعاون مع القطاع الخاص الدولة بتدخل بتدخل في المشروعات اللي لها علاقة بالأمن القومي زي الانتاج الحيواني وزي الزراعة لكن فتح الباب طول الوقت للقطاع الخاص يدخل أهلا وسهلا زي ما شركات كتيرة مملوكة للحكومة أو الجيش هتطرح كمان في البورصة هتطرح للقطاع الخاص وهتطرح للمواطنين أهلا وسهلا بالقطاع الخاص القطاع الخاص شريك رئيسي للدولة في التنمية والرئيس بيقول ده في كل مناسبة والحكومة كمان بتأكد ده في كل مناسبة الحقيقة الافتتاحة اللي فرحنا كلنا بتاع مدينة السلاة يوم الاتنين اللي فاتت احنا شفنا مشروع ضخم اتعامل وزي مع الرئيس عودنا في كل الافتتاحات بدأ يشتغل بدأ يشتغل عشان ناخد منه كل يوم خمستاشر طن ألبان وعلشان يدينا كمان خمستاشر طن الحوم مع كل دورة خمستاشر ألف طن الحوم مع كل دورة مشروع ضخم مشروع بيطمننا على انه الدولة شايفة والمشروعات اللي بتمشي بوتيرة سريعة جدا زي ما تعودنا مع الرئيس الحقيقة مجمعات الانتاج الحيواني مش بس مدينة السلاة احنا شفنا الشركة الوطنية عملت في أربع محافظات المنوفية والبحيرة والودي الجديد والفيوم بإجمالي 111 ألف راس ماشي من أفضل السلالات العالمية الحقيقة واللي فرحنا في الافتتاح ده كمان انه كان فيه على مساحة كبيرة جدا فيه مركز للتدريب مركز للاستشارات الكشف المبكر عن الفيروسات عن الأوباء معالجتها انت بس بتضمن ان الحوم والألبان اللي بتوصل للمواطنين بتوصل في أحسن حالة بتوصل زي ما الناس في مصر يستحقوها الدولة بتوفر والدولة بتشتغل ومسألة مهمة جدا وبانت مع الحرب الروسية الأوكرانية انها مسألة في غاية الأهمية للعالم كله وإحنا في مصر الحمد لله ماشيين كوي سوي ماشيين كوي سوي على طريق الاكتفاءة الذاتي